موزيكة فم تبع الموشة تسعة حافلات وستة سيارات تابعين لشركة نقل تونس اللي هي تقوم بمرفق عمومي ثور أمينة حافلة تبدأ في اتجاه بن عروس أو المرنقية أو معانتها مصار بعيد يقع أنزال المسافرين معانتها بتعلت أن الحافلة هذه معقولة ويقع عقلتها صارت هذي في تونس علينا خطوط هذي سيبقى معانتها مصارتش أما توابش تصير خطر احنا اليوم عقلت أربع سيارات واللي هي سيارات إدارية ما هيش دو فونكسيون معانتها تستعملها المصالح مما عطل توا تقريبا أكثر من شهرين معانتها أربع مصالح اللي تعقلت السيارات متاحها ولكن تتبيع اللومة سيارات هذوما لربع سيارات هذوما معانتها فمحافلات معانتها بيش تتمادها فمحافلات بيش تتبيع احنا بيش راحلين معانايا في السفارات وغير اما هوني خلفهم حاجة بربي سامحني انتي معاناها سيمونير انتي ممثل قانوني للشركة معاناها قانونيا عملية العقلة حاجة قانونية جدا لأنه صادرة عن حكم قضائي انها تعقل ممتلكات اللي هي تساهم في مرفق عمومي كيما الكار هذا غير مقبول معاناها تحسوا كيما قلت انتي نادرة اما راهوا الفاندمان متاع العملية قانوني جدا هي القضية او الملف انطلق منذ سنة 2006 في شركة النقل بتونس عندها تمديد خط المروج معانتها لأحياء المروج معانتها وقع انتزاع عديد قطاع الاراضي للاستغلال والسكة الحديدية لتمديد خط المروج من ضمنها قطعة الارض تابعة لشركة اميرة واللي هي المساحة متاحها ما تتعدىش عشرة سنتيارة معانتها عشرة مترو على مترو في البداية كانت القضية ضد المكلف العام بنزاعات الدولة لم تكن شركة النقل بتونس طرفا في القضية المكلف العام بنزاعات الدولة اللي يمثل وزارة النقل ووزارة مملك الدولة والشؤون العقارين وفي البداية معانتها تحكملها بزوز ملايين فقط هي قيمة غرامة الانتزاع متاع العقار متاع المساحة انتو مساء انتزعتوا هالعشرة قطل قد عشرة مترو عشرة مترو على مترو عشرة سنتيار هي حقها ارضها تم الانتزاع للمسلحة العامة ثم شنو صار عليهش شركة ما كملتش استعملت هالعشرة مترو متع امترق احنا مقلتل ازدر امر الانتزاع هي عارضة الانتزاع فلما انتزع على العقار معانتها حتى السكة وقع تقريبا الابتعاد تقريبا مترو على العقار متاع شركة أميرة بيش تقع معناتها الأشغال متاع السكة الانتزاع لم يتم الانتزاع شركة نقل بتونس لم تتملك بهذه القطعة ولحد الآن هناك إجراء آية مفهمة الضرر حاصل المواطن على الاعتبار وأنه سكة الميترو بيش تبدأ قريب تله حقها في التعويض ولا ليه احنا نقوله بالعكس خطر سكة الميترو هناك محطة قبالة المقهى معناتها مما أصبح رواد معناتها المقهى أكثر مما كان بل أنا نعمل لك مقارنة هناك محطة بنزين في نفس المصار وفي نفس المنطقة محطة بنزين وقع معناتها اقتطاع قطعة أرض أكبر بكثير من عشر أمتار وقع التعويض ليه على غرامة الانتزاع وعندما قام بقضية في الأصل التجاري أو النقص في قيمة الأصل التجاري وقع رفضها القضية تماما فلماذا هنا يقع رفض القضية بالنسبة لمحطة البنزين في النقص الحاصل في المحطة الأصل التجاري ولو هو طالب بثلاثة مليارات فوقع رفض القضية ويقع التعويض في نفس الوقع يقع التعويض لهذه الشركة اللي هي شركة أميرة بخمسمائة وخمسة وعشرين ألف دينار لمقهى سنة ألفين وعشرة مقهى في المروج أو نقص في الأصل التجاري معناتها مبلغ مشت ومشت جدا وبالإضافة إلى ذلك شركة النقل بتونس لم تتملك بتلك القطعة معنات هناك أمر في الرجوع في الانتزاع للعشر أمتار ولم نتملك ولم نستغل تلك القطعة بعد عملية العقلة هدية على السيارات الإدارية حتلتوا وقلت ناجم تتعدى للحافلين وقعدت تم عملية البيع متاع السيارات الإدارية الآن على الساعة الواحدة بمكتب الأستاذ العدل منفذ محمد المرتضى بن ذكري بـ 28 ناجل حسين بوزيان قعدت تم الآن عملية بيع وهي عملية بيع غير غير قانونية لأن البيع تم بمكتبه وليس بالمستودع بميغرين أين تم حج السيارات الإدارية وهذا يسمى مع تبيع مراكنة وفيه تجاوز قانوني البيع والمزاد العلني يقع في المستودع أين وجدت السيارات وليس وليس بمكتبه نحن الآن الهدف هو الآن هو إيقاف عملية البيع وهناك احتقان أمكانية لأحتقان فيه شفين احتقان لدى الأعوان معناتها 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 توقع بيع أربع سيارات وهناك معناتها معناتها مواصلة لبيع الحافلات احتقان كبير معناتها لدى أعوان السواك والقباض في جميع المستودعات وقاموا اليوم بإنزال معناتها بيان معناتها جامعة النقل أصدرت بيان لو تتفضل نجم نقل لا أحكي لي لا أحكي لي على النقاط اللي فيه وكهو سيدافعون على ممتلكاتهم باعتبارها مؤسسة عمومية باعتبارها معناتها مورد رزقهم الوحيد ويجب إيقاف عملية البيع معناتها اليوم اللي يتم على الساعة الوحيدة قانونيا كيفاش يتم إيقاف قانونيا فمش حتى مداليتي هناك خضية في إيقاف التنفيذ الآن في بن عروس ولكن تم تأجيلها اليوم هي جلسة من ساعة إلى أخرى ولكن تم تأجيلها إلى يوم الجمعة وقد رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة اليوم اليوم أين تدخل المكلف العام بنزاعات الدولة نحن منذ مدى معناتها مرسلات عديدة للمكلف العام بنزاعات الدولة وإلى وزارة النقل لإيقاف والتدخل لمزاندتنا في هذا الملف معناها طوى بشي تم بيع سيارات الإدارية اللي على مال كشركة ترانستو اللي هي معناها يخدمو بها إداري كسيارة الإدارية وليس معناتها ليس سيارة معناتها فونكشن هي سيارة إدارية شنو عناها سيارة إدارية ليست سيارة معناتها مخصصة لشخص معين هي سيارة مخصصة للعمل الإدارية شنو يعملوا به ينجموه يزو بها كورية ينجموه يتحولوا بها مثلا لزانس بكتور على موقع معين للمعينة معناها للعمل الإدارية ليس سيارة وظيفية معناها بعبرة أخرى مفاحة سيارة وظيفية به وممكن يزيدوا يتنقلوا البيع الحافلات نعم ممكن إذا تمت اليوم عملية البيع بيع الحافلات ونعود ونقول تصوروا حافلة في اتجاه معين ميجرين أو بن عروس أو غيرها يقع أنزيل الركاب تعليتي أنها معقولة لفائدة شركة أميرة وهذه مع تسابقة أولى نحن نؤمن مرفق عمومي وأعود فأقول الفاسة 37 مجالة المحاسبة العمومية اللي يمنع عقلة أموال المنشآت العمومية نحن منشآة عمومية تابعة لوزارة الإشراف نعم نحن انتقدنا الحكم سمحني انتقدنا كذلك اختبار الخبراء اللي حددوا 525 مليون وقمنا ضدهم بقضية جزائية هي الآن محل البحث لدى فرقة مقامة الإجراء بيشوش ترادس بناء على أن الاختبار بني على معطيات غير واقعية نحن نعرف في تحديد قيمة الأصل التجاري هو الرجوع إلى التصريح الجبائي للثلاث سنوات الأخيرة بينما اعتمد الاختبار على معطيات غير واقعية كوجود مثل ما بيت كوجود عمارة فاة 500 ساكن لتحديد قيمة أصل التجاري 525 ألف دينار مع العلم أنكم استوفيتوا كل درجات التقاضي في هذا الموضوع نعم استوفينا استوفينا كل إجراءات التقاضي اليوم المكلف العام رفع قضية لدى المحكمة بن عروس في إيقاف التنفيذ لا ندري لماذا تم تأجيلها ليوم اليوم الجمعة وهي جلسة معينة من ساعة إلى أخرى وهي جلسة استعجالية مع أن تتطلب ألبت فيها الآن لإيقاف التنفيذ نعم طيب جدا أنتوك إن شاء الله بالتوفيق نشكرك برشا سيمونير العكيشي الممثل قانوني شركة نقل تونس أكيد أحنا منحبوش سوغطو بوالكيران وضعية النقل في تونس تاعبة وزيدوا يتم عقلة الكيران معناه حاجة توجع وإلا زدها واحد يبدأ مروح بالكار وقال شنو شريتها أهلا راني شريت كار معناه هذه ملكي أو خواص ذي الشي مش موجود في بلاد نحن نقوم بتنفيذ الأحكام في كل المجالات وقمنا بتنفيذ أحكام لفائدة وناش تم انتزاع العقارات ولكن هذا الملف تشوبه عديد الشوائب طيب جدا أنتوك سوتكو سل اليوم سيد مونير العكيشي الممثل قانوني شركة نقل تونس شكرا لك على حضر معنا على توضيحات لقدمتها